كشف حزب التقدم والاشتراكية عن حزمة اقتراحاته التي قدمها في إطار مشاركته في إغناء النقاش المجتمعي حول ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي أمر بإطلاقه جلالة الملك محمد السادس عدد من مقترحات الحزب الشيوعي المغربي أطارت جدل مجتمعيا بسبب ما اعتبره البعض غرابتها بل ذهب البعض الآخر إلى الدفع بتناقضها الصارخ مع تعاليم الدين الإسلامي رفاق بن عبد لا يقترح على سبيل المتال الحصر المنع التام لتعدد الزوجات معتبرين هذا الحق أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة ويكرس مظهرا جديدا من مظاهر الاستعباد في سيغته الجديدة حزب التقدم والاشتراكية ذهب في مقترحاته أبعاد من ذلك حيث طالب بمراجعة العدة وتجاوز التصور التقليدي لمقاربة مدتها من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس أن لا يسمح للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة في إطار إقراء مبدأ المساواة بين الزوجين والذي يتطلب أن يكتسب الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها ووفق نفس المقتضيات القانونية التي تسري عليهم معا حتى يتمكن من أخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار المناسب في حالة تبوت وجود حمل كما اقترح الحزب الاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق فقط مع إقرار التعويض عن الضرر بدل المتعة على أن يستفيد من هذا الحق المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية سواء كان الزوج أو الزوجة